السلام عليكم أصدقائي المتابعين والمتابعات اللسان يعتبر من أهم الأعضاء الموجودة بالفم لأنه يساعدنا على الكلام وعلى المضغ يضع اللقمة التي نأكلها يمين ويسار وطبعاً بعملية البلاء له دور أساسي أثناء الكلام والبلع يجب أن يكون اللسان بمكان معين يجب أن يكون رأسه بأصول الثنايا العلوية يعني فوق الثنايا العلوية لكن لما بيكون وضع اللسان خاطئ يؤدي لكتير من أشكال سوء الأطباق أهم هي العضة المفتوحة الفراغات بين الأسنان أو بروز الأسنان العلوية والسفلية عنا هون المظهر الأمامي للأسنان أهم عرض منشوفه مع الدفع اللساني منشوف الفراغات اللي بين الأسنان بالفك العلوي وبالفك السفلي بالإضافة لهذا الشي منشوف أنه الأطباق حد لحد كيف يعني حد لحد؟ ممكن نشوف الصورة الجانبية شايفين الحد القاطع للفك العلوي على أطباق مع الحد القاطع للفك السفلي لحتى تعرفوا شو هو الأطباق الطبيعي انتظروا لآخر الفيديو لحتى تشوفوا كيف صارت الحالة بعد وتعرفوا بالضبط كيف لازم تكون الأسنان وبنفس الوقت عم نشوف كيف اللسان واضح أنه هو عم يدفع الأسنان حتى وأنا عم آخذ الصورة بالتالي التشخيص انبنى بشكل صحيح أنه المشكلة الأساسية هو وضع اللسان وفي شغلة لازم تعرفوها كتير مهمة أنه غالبا ما بيكون المشكلة بحجم اللسان لكن بتكون المشكلة بتوضع اللسان غالبا بيكون حجم اللسان طبيعي لكن المريض ما عم يعرف كيف يحطه أثناء لفظ الأحرف وأثناء خاصة البلع عم نشوف الفك العلوي والفراغات واضحة جدا بكل المناطق الأسنان بتكون غالبا بيك حالات مرصوفة لكن في بينها فراغات وبارزة للأمام ونفس الشيء الفك السفلي الأسنان شايفين مرصوفة بشكل كتير حلو بشكل قوس من دائرة لكن في بينها هاي الفراغات بشكل واضح وهي الابتسامة وهو هذا السبب طبعا الأساسي اللي بيجي لعندي المريضة مشانه إنه ابتسامته فيها مشكلة بيبين بشكل واضح البروز بالإضافة للفراغات اللي بين الأسنان وهي عنا المظهر الجانبي للابتسامة هلأ طبعا إحنا شخصنا الحالة عرفنا شو بدنا نعمل أنا ما فيني فورا إجي على هيك حالات وحط هذا المطاط حطيت لكم هالصورة اللي حتى تعرفوا إنه أنا ما فيني فورا حط هذا المطاط ليش؟ إذا حطيته وفيه عندي دفع لللسان اللسان من الداخل حيمنع أنه الفراغات تتسكر وإذا أنا ما حليت مشكلة اللسان ممكن تتسكر الفراغات بس تضل الأسنان بارزة للأمام حتى تتسكر الفراغات بهذا الشكل إنه الأسنان الخلفية هي اللي تيجي للأمام بسبب إنه اللسان لسه عم يتفوش الأسنان لكن شايفين بالصورة هون وأنا عم صور ما عد المريض قدر يحط لسانه بهي المنطقة لأني أنا عملت شي من الداخل بحيث إنه يمنعه بحيث إنه يعمل دفع للأسنان باستخدام اللسان شو هو الشي اللي عملته؟ بعد ما نشوف نحنا الفك العلوي كيف صار الأسنان تسكر الفراغات بيناتها شو هو السر؟ السر منشوفه على الفك السفلي اللي هي النتوءات اللسانية لحتى نقرب أكتر ممكن نحنا نقربها بهذا الشكل وتشوفوا كيف أنا حاطت استخدام حشوة تجميلية وفينا نحنا نستخدم كمان هذا النوع المعدني منه يزوء على الأسنان الخيارات كلها موجودة أهم شي إنه أنا أحط شي مزعج لللسان من الداخل هلأ المريض كل ما بده يدفش أسنانه باستخدام اللسان اللسان حينهخز وبالتالي اللسان حيضطر يرجع للخلف حيتوضع بهالمكان وأنا شو بعمل بالعادة؟ ببلش بالفك السفلي أول لحتى خلي اللسان يتجه للأسنان العلوية أنا بدي اللسان يتجه للأعلى مكان اللسان الطبيعي ليس بالأسفل والأمام مكانه بالأعلى والأمام خلف القواطع العلوية إذا نحنا رجعنا للصورة اللي قبلة اللي هي القواطع العلوية مكان اللسان الطبيعي هو هالمنطقة هون لازم المريض يحط رأس اللسان لما يكون عم يبلع بالتالي بتجنب المشاكل اللي ممكن تصير فوقه تحت ليش أنا ما حطيت فوق كمان؟ هلأ بصراحة أنا بحط أول شي تحت تمام؟ إذا الحالة بلشت تستجيب مثل هاي الحالة مثلا أنا بمجرد حطيت التانك تامرس منقلهم نحنا اللي هن كابيحات اللسان أو مزعجات اللسان الفراغات بديت تتسكر تقريبا بشكل تلقائي حتى قبل ما أحط هذا المطاط المتصري اللي شايفينه تمام؟ حتى الأطباق المفتوح الأمامي بلش يخف يعني نحنا فيه عننا حالة حد لحد لما يكون فيه عننا حالة حد لحد يعني الأسنان العلوية والسفلية طبقين على بعضهم بهذا الشكل هاي منقلنا نحنا تقريبا أوبين بايت لأن العضة فاتحة مالة طبيعية أوكي فأنا بشوف الفك السفلي أول إذا الحالة بلشت تستجيب خلص ما بحط على الأسنان الفك العلوي لكن إذا شفت أنه المريض لسه عم يستخدم لسانه اللسان لأ طريقة تانية إنه يتوش فيها أسنان الفك العلوي هون ببلش لاحظوا أن أسنان الفك السفلي عم تتسكر الفراغات بينتها لكن أسنان الفك العلوي ما عم تتسكر الفراغات بينتها هداك الوقت بحط أنا كمان بهي المناطق عالة أنا بحط بس على أربع أسنان أمامية مشان أعمل كبح لساني كمان للفك العلوي هاي من الطرق بصراحة اللي مزعجة نوعا ما للمريض لكن تعتبر من أسهل الطرق على المريض يعني في بعض الطرق ممكن نحط نحنا حاجز معدني بهي المنطقة منعلقه على الأدرس أنا هاي الطريقة إذا في إليها بديل بيستخدم البديل واللي هو أنا اللي استخدمته بهي الحالة بديل بسيط جدا 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 وطبعا هون عم نشوف نحنا نتائج المعالجة شايفين الفراغات راحت رصفة الأسنان ممتازة اليمين مثل اليسار ممكن بعض الناس تشوف هاي الحالة تقول لي دكتور لسه في عندك انحراف بسيط بالخط المتوسط انحراف الخط المتوسط بين 0.5 ملي متر لل1 ملي متر بنهاية المعالجة طبيعي ما في مشكلة ما بدنا نحنا شوفوا رصفة الأسنان تمام الأسنان طبق على بعضها أنا لحطة صلح الخط المتوسط السفلي إذا أصلا ما نمأثر على الابتسامة هاي صورة جانبية شايفين كيف كانت الأسنان مائلة للأمام صار في عندي تغطية شايفين الأسنان السفلية صارت خلف الأسنان العلوية صارت تجاه الخلف للأسنان العلوية الأسنان العلوية مغطية للأسنان السفلية بنشوف الفك العلوي ما عدت فيه عننا فراغات هنا أنا ما حطيت مثبت ثابت على الأسنان الفك العلوي لأني إطباق المريض ما بيسمح لي أن أنا حط المثبت الثابت فاكتفيت باستخدام المثبت المتحرك على الفك العلوي أما بالنسبة للفك السفلي فأنا حطيت مثبت ثابت على الأسنان من الضاحك السن رقم 4 للسن رقم 1 يعني كامل الفك السفلي على 8 أسنان وطبعا بالإضافة لهذا الشيء استخدمت مثبت متحرك معه لأن بحالات الإطباق المفتوح بحالات النفع اللساني تعتبرنا الحالات الناكسة ما بيكفي بس نعالجه بشكل صحيح لازم نلتزم كتير كتير منيع بالتثبيت هاي الابتسامة اللي هو هدفنا الأساسي صارت ابتسامة المريضة بشكل طبيعي خط الابتسامة يوازي خط الشفة السفلية مثل ما عم تشوفوا الأسنان مرصوفة ما في فراغات الخط المتوسط للوجه متطابق مع الخط المتوسط للأسنان العلوية وهذا المهم ما بيهمنا إذا فيه انحراف بسيط على الفك السفلي أي شايفين أفصلا مو باين بالابتسامة وهذا مظهر جانبي عم تشوفوا أنه صار فيه فرق بسيط بين الفك العلوي والسفلي هذا بقل له أنا over correction أنا رجعت الفك السفلي شوي صغير زيادة للخلف لأنه هيصير فيه relapse الأسنان كانت حد لحد يعني هذا يعتبر تقدم فك سفلي فأنا شو عملت الفك العلوي رجعت الفك السفلي شوي زيادة للخلف فهذه المنطقة الزيادة مع الوقت مع التثبيت حيصير فيه relapse بسيط حيصير فيه نكس فدائما نحن بالتقويم نعمل شي اسمه over correction لبعض الحالات مو دائما بيزبط معنا أحيانا ما منقدر نعمل هذا الشي لكن لما منقدر نعمله مثل ما بيقوله ما منقصر منعمله لأنه هيصير فيه نكس بسيط الأسنان ممكن ترجع شوي متل ما كانت فلو رجعت متل ما كانت حتوصل لهون وبالتالي نحن هذا اللي بدنا يعني وهي صور قبل و بعد شايفين الفرق طبعا عذروني بسبب اختلاف اللون بسبب شوي الفلاش كان شوي اعداداته مختلفة فما أنا ما عملت تبيض لكن شايفين الاصفيرار اللي كان موجود أنا عملت تنظيف صاروا أحلى لكن كلون أسنان نفسه ما تغير لكن بسبب الإنارة فقط هي قبلوا بعد شايفين كيف ما يلان الأسنان كيف كانوا كيف صارت وهي الابتسامة فرق جدا كبير متل ما عمد شوفو بكل النواحي وبنهاية هذا الفيديو أتمنى لكم كالعادي أسنان وصحة فموية جيدة إذا عجبكم هذا الفيديو أو كان لكم أي رأي فيه أتمنى منكم تحطوا ليه بالتعليقات ممكن تعملوا لايك للفيديو وتعملوا شير للناس اللي ما شافته وبتمنى منكم تتابعوا القناة لحتى تشوفوا الفيديو هذا المستقبلية وأنا كتير حكيت عن مواضيع مشابهة لهالموضوع ومواضيع أخرى في طب الأسنان وتقويم الأسنان والحياة بشكل عام أتمنى منكم تشوفوها موجودة عندي بالقناة شكرا كتير لمتابعتكم أشوفكم على خير ترجمة نانسي قنقر